هههههه الله اه دي اه دي اه دي اه دي بتضحك على ايه يا مفاش انت very elegant نعم بتقولي يا اخويا بطورتولي بتستلطخني يعني ولا ايه اعزا فهم يعني اه يعني نفسي عرف انت دلوقتي بتضحك وفي الشتاك عيبة وكده ليه معلش يا عمدة انا ما كنتش متصور ابدا تبقى من الحلاوة والشياك دي ايه قولك بقى ايه رأيك مش مش انا دلوقتي اقيم واوجه منك بكتير طبعا مفيش كلام عارف انا ايه اللي طاقصني حاجة واحدة بس صباع منبار زي اللي انت عطلو في حنكك دو اوي اوي غالي والطلب رخيص ايه اه هتديني واحد اهو يا سيل واحد صباع منبار اهو إلا قولي يا أخويا إنت إيه اللي هدفك علي السعادي ها إنت عف ليه وعف ليه يا سليم مباشا إلا إنت عبيبي حبيبي اتفضل اهلا وسهلا اعضل اهلا وسهلا والله إنت من أعز الأحبة صريح يعني فيه معسكو يعني صريح إنت راجل ضلالي وسماوي وفيك عبر الدنيا كلها يعني أما سواء كده سواء يعني بيبان فيك ريحة الأصل والنجاحة إنت عارف الدليل الأصلي على النزاة إيه النجاة يقول لك خبر أنا متأكد إنه حيساعدك سعادة ما حصلتش صلاة النبي أحسن ما تقولي يا أخويا إيه الخبر ده اللي هيساعدني أوي ده أسكت يا عمد مش هده ركبت دعامة إيه ده ركبت دعامة ركبتها إزاي وفين دي ركبتها إزاي سافرت أوروبا لكن فين دي صعب أقول لك عليها يا عمد خالص مستحيل أي حدي في الدنيا أقوله طب يا أخويا ما تفرحش أوي كده ما أنا كمان ركبت دعامة من غير مسافة أوروبا ولا أي حاجة ركبت الدعامة إزاي وفين إزاي روحت للدكتور غطاس والله إبريك له يعني راجل مقترم وهو ركب هيري دكتور إيه عشرة على عشرة صحيح فيما لما تكبر حب أقول لك يا ابني البدري الدعامة هتخليك سوبر ترجمة نانسي قنقر